موسيقى موسيقى تعددت أشكاله وطرقه ومشاربه وأهدافه فمنه المعلب الجاهز للتصدير عبر الحدود ومنه المحلي بعضه يهدف أو بعضه يهدف لخلق الفتنة بين الأديان أو مكونات الدين الواحد بعضه الآخر يهدف إلى الحرب داخل المذهب الواحد إنه الخطاب الديني المتطرف خطاب كثر في العراق تداوله وعجز خطاب الاعتدال والوسطية في مراحل زمنية معينة عن كبح جماحه زائر غريب تغلغل في بعض المجتمعات معتاشا على الطائفية السياسية تارة والفقر والحاجة ونبرة الإضطهاد تارة أخرى حتى ولد داعش فعاث في الأرض فسادا وقتل وشرد العباد وسبا منسبا من مختلف الديانات التي يتمتع بها العراق وبضمنهم المسلمين فقد قتل منهم أكثر من 1700 شاب في مجزر شهيرة واحدة في سبايكر كما هجر الآلاف من الأيزيديين والمسيحيين ولا تزال مخلفات إجرام داعش شاخصة فالبحث مستمر عن مقابر الأيزيديين وبقيت المتاحف والجوامع والكنائس مهدمة لتكون دلالات واضحة على نتاج الخطاب المتطرف المتشدد مؤخرا ارتفع في العراق صوت الاعتدال بعد أن أطلق الوقفان السني والشيعي حملة لمناهضة التطرف ونشر الوسطية والاعتدال عبر ضبط المنابر والفتاوى التي تصدر عن رجال دين غير مرتبطين بأي من إدارات الوقفين ومحاسبة كل من يهدد السلم المجتمعي بعد سنوات من الخراب والدمار الذي عاشه العراق كما عاشته دول أخرى يتجه الجميع إلى تصحيح مسار الخطاب الديني وإبعاده عن التطرف وتنقية المنابر وتوحيد الصفوف ينضم لنا للحديث أكثر من محافظة الأنبار نقي بالصحفيين في المحافظة الدكتور أحمد الراشد دكتور أهلا وسهلا بك في برنامج بالعراقي ومساك الله بالخير أبدأ معك دكتور كيف أثر الخطاب الديني المتشدد على هوية الإنسان العراقي مساء الخير عليك أستاذ علي وعلى كل مشاهديكم الكرام وقناتكم الكريمة بالتأكيد الخطاب الديني كان له آثار سلبية كبيرة على الشعب العراقي يعني هذه الآثار التي تحملها أشخاص يتحملها أشخاص هم محسوبين على هذه الطائفة أو تلك كان خطابهم الديني المتشدد المتطرف الذي يدعو إلى الفرقة الذي يدعو إلى القتل إلى الإرهاب هو الذي كان نتاجه داعش وما دراك ما داعش وما جرى في هذا البلد سنوات طويلة يعيش الجميع المسلمين بمختلف طوائفهم والديانات الأخرى الموجودة في العراق يعيشون أخوة متحابين لا فرق بين هذا الاسم أو ذاك ولكن في السنوات الأخيرة كان الخطاب الديني والفتاوى الدينية التي تصدر من جهات أو من أشخاص محسوبين على هذه الفئة أو تلك وكان لهم تأثير كبير وتأثير مباشر بما جرى من مجازر يعني شاهدت حضرتك قلت في المقدمة سبايكر وغيرها من الأشياء التي أثرت وما أفرزت لنا من جميع مسلحة أثرت بشكل كبير وجعلت شرخا كبيرا بالمجتمع العراقي وحقيقة هؤلاء الأشخاص لو كان هناك قانونا مؤثرا لتحاسبوا هؤلاء مثلما يتحاسب الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة التي أثرت فيها العراق لينالوا جزائهم العادل لأنهم هم كانوا من أطلق هذا الشيء وأثرت في مجتمعنا العراق بالمتماسك دكتور أحمد إذا خصصت بالسؤال المناطق الغربية الرمادي الأنبار عموما والمحافظات الموصل المحافظات التي شهدت سطوة داعش لسنوات شخصية الشاب العراقي اللي نشأ في هذه المناطق شون تغيرك بالتأكيد الشاب العراقي أثرت بشكل كبير ما جرى في السنوات الأخيرة شوفنا من من خرط مع داعش أو من غير منهم الذين في أعمار صغيرة ممكن أن يتلاعب بهم من يؤثر في خطابه الديني المتشدد والمتطرف وكان أيضا للبطالة الكبيرة والأوضاع الاقتصادية قد أثرت في دخول فئات قليلة صراحة لا نستطيع أن نقول أن مجتمع الأنبار أو مجتمع أو ما في الموصل أو صلاح الدين أو ديالة أو غيرها هؤلاء الفئات الصغيرة التي انخرطت وهي موجودة وممكن أن يتلاعب في عقولها ما يشاء في الجزء الذي يريده فلذلك انخرط أجزاء صغيرة من هؤلاء وكان لهم تأثير مباشر أذرني المقاطعة للأمانة أنا ذكرت هذه المحافظات لأن المحافظات شهدت سطوة لداعش واتدمرت بسبب داعش أنا أسأل لأن ارتباط هذه المناطق التي قدر داعش يكون بها تأثير على الشباب وأشكرك للتوضيح على هذه النقطة لأنه بالأخير نحن نحكي على الخطاب المتطرف من كل الجهات ليس من جهة معينة أريد أسأل دكتور عدة مؤتمرات عقدت للمصالحة وحضرتك أكيد حاضر جزء منها بالتأكيد لمتابعها كلها هذه المؤتمرات المصالحة الكثيرة ومؤتمرات التآخي الكثيرة رغمها الأزمة بقت موجودة لسنوات بالعراق شنو السبب رأيك الحقيقة غابت عنها الجدية من الأشخاص الموجودين الجدية كان تتبناها الحكومة المركزية وتتبناها الآخرون مثلا الوقف السني والوقف الشيعي أنا أقول لك لجنابك نحن في جامعة الأنبار أنا أستاذ في جامعة الأنبار نظمنا مؤتمر للاعتدال في عام 2018 واليوم في الثالث والعشرين من هذا الشهر مؤتمر للاعتدال الدولي الثاني اللي راح تسوي الجامعة بمشاركة مجموعة كبيرة من داخل العراق ومن خارجي الكل يدعو للتسامح والمؤتمرات اللي ذكرتها حضرتك مؤتمرات كبيرة لكن الحقيقة يعني هناك تنظير وهناك كلام وهناك دعوات كثيرة وأشخاص يدعون للتسامح ويدعون لكن على أرض الواقع نجده بشكل فقير لا يتناسب مع الدعوات ولا يتناسب مع عدد المؤتمرات شون المفروض يصير دكتور العراق بحاجة قلت حضرتك تنظير بالمؤتمرات شون المفروض يصير المفروض الحكومة العراقية والطبقة السياسية والكتل السياسية الموجودة أن تنزع من على ظهرها الأشياء الخاصة التي تريدها وأن يكون هناك هدف واحد هو إعادة العراق وإعادة وحدة العراق والتسامح في كل شيء ونزع كل هذه المؤتمرات التي كانت حتى في قبل 2003 وما جرى في هذه السنوات الأخيرة وأن يكون طرحا جديا لإعادة تماسك المجتمع العراقي بالتسامح والاعتدال الحقيقي وأن ننشد لمجتمع عراقي متحضر متماسك وأن نبتعد عن هذه النعرات الطائفية التي دخلت علينا من داعش وتنظيم القاعدة وهذه التنظيمات وسائل الإعلام شلون تشوف دورها سواء لا أريد أقول للتسويق للتطرف بس أكو وسائل الإعلام انجرت وراء هذه اللغة وهذه اللهجة شلون تشوفها وهل أكو رقابة على هذه الوسائل الحقيقة وسائل الإعلام كان لها تأثير مهم وتأثير سلبي صراحة يعني كنا نتمنى أن تكون كثير الغالبية من وسائل الإعلام عندما تستضيف هذا الشخص أو ذاك ويتحدث بلغة طائفية ويدعو إلى القتل ويدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى تمزق المجتمع ويدعو إلى أشياء حقيقة حقيقة نشكل على هذه الوسيلة الإعلامية أن تستضيف مثل هكذا أشخاص أن يحارب هؤلاء وأن لا يكونوا أن لا يستطيعوا نعم وسيلة الإعلامية هؤلاء وأن يكون الاستضافة لمن هو يشكل الاعتبار والأخوة العراقية وسائل العراقية ساهمت بالشكل أو آخر في هذه الأشياء وفي المجتمع وهؤلاء الأشخاص الذين لا يحبون العراقية دكتور أكون مشكلة بالصوت أعذرني أتمنى أن أسمع من حضرتك أكثر يبدو مشكلة بالاتصال لكن أشكرك نقيب الصحفيين في محافظة الأنبار الدكتور أحمد راشد شكرا لك على هذه المشاركة بعد الفاصل نرحب بضيوفنا الكرام والحديث مستمر حول جهود وأهمية تصحيح مسار الخطاب الديني في العراق خليكم ويانا أهلا بكم متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراقي طالما طالما استند الخطاب المتطرف على خلط المفاهيم وتزويق النصوص بشعارات حماسية بهدف استدراج ضحاياه ممن يفتقرون إلى إدراك التناقض بين شعارات الجماعات الإرهابية وممارساتهم العملية وهو ما ساهم بظهور أجيال من الحركات الإرهابية وآخرها تنظيم داعش الذي استثمر هذا التطرف في تهديد أمن وسلامة المجتمع العراقي بل والعالم أجمل يجمع مختصون بشؤون الجماعات المتطرفة أن تراكمات اجتماعية امتدت لعقود طويلة ساهمت في تغلغل الخطاب المتشدد بين أوساط المجتمعات العراقية أسفر عن نتائج كارثية تمثلت بسيطرة تنظيم داعش على عدة محافظات عراقية منتصف عام 2014 ويروي أئمة وخطباء من تلك المحافظات تداعيات هذه الأبضاع على مدنهما كنا في هذه المحافظة عشنا مع الأفكار هذه المتطرفة والتصدي لها بالعلوم النافعة من مفهومية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم الذي يبث السلام والتعايش الحقيقي والسلام المنهجي بين المذاهب وبين الأديان هذه الأفكار لا تفرق بين الخير والشر لا تفرق بين البياض والسواد وإنما قلوبهم تربت على سفك الدماء وتربت على القتل والدمار وبعد سنوات من إعلان الحكومة العراقية تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش يرى بحثون أن جذور تطرف لا زالت قائمة ما يتطلب جهدا مشتركا بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع من أجل تعزيز ثقافة السلم وترسيخ العدالة المجتمعية مؤسسات التنشئة الاجتماعية لها دور كبير جدا بدءا بالمؤسسة الصغيرة إلى وهي الأسرة التي ينبغي أن يكون لها دور كبير جدا في مراقبة الأبناء ومراقبة شلوكهم وتصرفاتهم وأقرانهم وإلى آخره إضافة إلى المؤسسات الأخرى المؤسسة الدينية المؤسسة التربوية المؤسسة الإعلام لها دور كبير جدا في هذا النطاق عن كيف ممكن أن تخلق خطاب إعلامي جيد بالضد من الخطاب المتطرف وفي ظل التصاعد الهائل في تقنيات الإنترنت يحذر بحثون من مخاطر الإعلام الرقمية الذي قد يجعل جيلا واسعا من الشباب قليلي الوعي صيدا سهلا لجماعات الدينية المتطرفة ما يستدعي توجها حكوميا جادا نحو إيجاد آليات تتعاطى إيجابيا مع احتياجات الشباب ويرى مختصون أن التطرف الديني مرتبط بخطاب الكراهية وأن أصلاح هذا الخطاب يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة التربية والتعليم بما فيها التعليم الدينية فضلا عن سن التشريعات التي تجرم خطاب التحريضي والكراهية ضيام حمد الحرة محافظة الأنبار يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد السيد علي العلاق أمين عام المجمع العراقي للوحدة الإسلامية ورئيس أجدة الأوقاف النيابية الأسبق معنا أيضا الشيخ مصطفى البياتي إمام وخطيب مسجد أبو حنيف النعمان في بغداد ومن بغداد أيضا الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحواري والإصلاح ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج العراقي ومساكم الله بالخير أبدأ مع حضرتك سيد علي مشكلة إذكاء الخطاب الديني المتشدد هل هي من وجهة نظرك مشكلة سياسية أم مشكلة في الحوار الديني بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ علي وأحيي أخواني المشايق الكرام والضيوف الكرام جميعهم أحيي المشاهدين الأفاضل في الحقيقة الخطاب الديني إذا صح التعبير المتطرف ودعنا في البداية نتعرض إلى التطرف التطرف هو الفهم الخاطئ للنصوص الدينية الفهم الشاذ للنصوص الدينية لا يعني التطرف أو أنه هناك التزام ديني بدرجة عالية بالعكس هو فهم الخاطئ ويعكس هذا الانفهم على سلوك ينعكس على سلوك وممارسات أشخاص أو جماعات تفضلتم هل أنه هناك خلفيات سياسية أنا أقول نعم وأؤكد على النعم باعتبار أن المتطرف في فهم النصوص الدينية ضعيف في ذاته يعني لا يمتلك الأرضية المناسبة ما لم تكون هناك حواظ في المجتمع تهيئ إلى أرضية التحرك هذه الحواظ إما حواظ مجتمعية أو حواظ سياسية ولعل في العراق الحواظ السياسية كانت أبرز كان لها الدور الأكبر باعتبار أن هناك الكثير من السياسيين يحاول أن نخذ لها الخطاب الطائفي أو الخطاب العبر عنه التحريضي أو خطاب العنف والكراهية أن يسعى لكسب أصوات الناخبين في فترة من الفترات وهذا اللون من السلوك السياسي ساعت كثير من المتطرفين أو أعداء الإنسانية أن يعبر عنهم إلى أن يلجأوا إلى هؤلاء السياسيين ويلوذوا بجوارهم ليحصلوا على مكاسب وعلى مشاريعهم العنفية المطلوبة لهم هذه من جهة ثانيا في المجتمع هناك قواعد مجتمعية والأسف تحتضن نتيجة تراكمات تاريخية ربما أو نتيجة أخطاء حالية هناك إما في أجواءنا بيئتنا العشائرية أو الأسرية أو في مساجدنا في حسينياتنا في مختلف الجوانب الدينية والمجتمعية نجد أن هناك حواضن تحتضن هؤلاء فبالنتيجة تصبح هناك أرضية لممارسة دينية شاذة ينتج عنها العنف وينتج عنها الكراهية وينتج عنها هذا السلوك المتقاطع المتعارض في المجتمع شيخ مصطفى البيئاتي أهلا وسهلا بك في برنامج بالعراقي لماذا برأيك تمكن الخطاب المتطرف من الانتشار في فترة زمنية يراها البعض بأنه قصيرة وين راح التعايش وين راح الثقافة التعايش أهلا وسهلا بك تحية لك ولضيفيك الكرمين والمشاهدين الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدءا علينا الميز بين مفهومين مفهوم التدين ومفهوم التطرف ما حصل من قبل بعض أنهم حاربوا المتدينين بحجة محاربة المتطرفين طبعا هذه ظاهرة حقيقة رأيناها ولمسناها في بلدنا في حقبة زمنية محددة هذا طبعا ساهم في إعطاء جو ملائم لمن يريد أن يبث الأفكار المتطرفة التطرف هو منبوذ من كل الجهات سواء كانت سنية ولا الشيعية مسلمة ولا غير مسلمة ديننا نبذ التطرف وبالأصل فطرة الإنسان مبنية على التدين نحن كمسلمين فطرتنا مبنية على التدين التدين الحق يرفض التطرف لذلك المتطرفين عملوا على تشويه صورة التدين الحقيقي عند الناس ليعطوا صورة أن مثل الإسلام دين متطرف دين يريد أن يأخذ الناس إما باتجاه أقصى اليمين أو باتجاه أقصى الشمال وهذا طبعا مرفوض نحن منذ أن بدأت هذه الأجندات في بلدنا خصوصا بعد عام 2003 والانفتاح الذي حدث والتطور التكنولوجي الذي انفتحه عليه شعبنا العراقي بدينا نضع خطوات ولبنات مهمة في محاربة من يريد أن يشيع مثل هذه الأفكار ومن يريد أن يصبغ جهة معينة أو في أمن المجتمع بصبغة التطرف التطرف مثلا نحن كمكون سني من أكثر يعني الناس الذين تضررنا منه خيرة علماءنا قتلوا على يد المتطرفين من داعش والقاعدة ويعني جماعات أخرى متطرفة مدنة هدمت بسبب احتلال داعش وهم فئة متطرفة مغالية منافية للمنهج الصحيح والقويم فنحن كمكون سني نعتقد أن اليوم عندنا رؤية واضحة جدا لمحاربة المتطرفين ولسحب البيئة باتجاه التدين الحقيقي وباتجاه الناس الذين يبعثون صوت الاعتدال وبعثة صوت الاعتدال هي أولا لحماية أنفسنا وحماية مدننا وبالتالي حماية بقية مكوناتنا وحماية بيضة بلادنا للأسف أصبح مفهوم التطرف عند البعض مفهوم سياسي يستخدم في تسويق مشروع السياسي يتكلم عن التطرف وكلامه لا يعدو أن يكون خطاب إعلامي يجامل به البعض أو يريد ضرب البعض بعض السياسيين يتخذون من حجة التطرف يعني شماعة يرمون عليها كل فشلهم وبالتالي هذا أيضا زيد نسبة التي ممكن يستهدفون من قبل أصحاب الأجندات المتطرفة وخلق أزمة ثقة أيضا الشيء المهم الذي يجب أن نتبنى جميعا أن نسحب وطبعا وخلق أزمة ثقة أن نسحب الناس باتجاه من يصنعون جول البيئة المعتدلة يجب أن نقف جميعا بوجه من يريد صناعة بيئة متطرفة تنجح فيها كل كلمة يبثها هؤلاء المتطرفين سواء عبر فضائية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر تغريدة أستاذنك شيخنا أستاذنك حتى نأخذ وقت أيضا بالحلول ونحكي بيها لاحقا بس أريد أسمع أيضا من الشيخ مجيد الشيخ مجيد العقابي أهلا وسهلا بيك في برنامج بالعراقي انعقدت مؤتمرات هواية وأنا سألت هذا السؤال الدكتور أحمد الراشد مؤتمرات مصالحة ومؤتمرات تعاقي بالعراق وبرى العراق لماذا المشكلة بقت على الأقل بقت شبيرة لا نقول كل شيء شبيرة لا نقول شيء صغير أفضل الوضع لكن أكو مشكلة فضل شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير الخلقي محمد وآله أجمعين تحية طيبة لك أخي الكريم ولضيفيك ولجميع المشاهدين الكرام طبعا أنا أتحدث معاك في هذا الأسبوع درت ست محافظات عراقية تقريبا وترى التعب والأرهاق على وجهي لأنه هكذا اقترحت على جهة أمنية وهي المستشارية في الأمن الوطني أنه لدينا مناسبة زيارة البابا فلماذا لا تتحول هذه الزيارة إلى مناسبة جيدة وجزاهم الله خير قاموا بتهيئة الأمور اللوجستية وذهبنا إلى أور وعقدنا هناك مؤتمر من جميع الأطياف والقوميات وهذه التركيبة العراقية الجميلة ثم انتقلنا من أور من الناصرية من ذيقار إلى محافظة النجف وأحيينا هذه الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا إلى النجف الأشرف التي التقى بها بسماحة السيد السستانة عزه الله وكذلك كان مؤتمر رائع جدا ثم عدنا وكذلك هناك مناسبات بوصفها مناسبات دينية كذلك ولادة الإمام الحسين والإمام العباس والإمام السجاد وعقدنا مؤتمرات أخرى وكذلك البرحة كان لدينا مؤتمر في كنائس الشرق الأوسط كذلك للاعتدال وكذلك كان لدينا مؤتمر اليوم حول كذلك الديانات والتنوع في العراق سؤالك ضخم جدا أخي الكريم وهذا يحتاج إلى حفريات معرفية وإلى تمهيد وتوطي أنا أعتقد أنه هناك عدة عوامل تجتمع فيها وتتمظهر هذه الحالات التي نراها وللأسف في بعض المراحل تحولت إلى ظواهر أولا بعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق صار هناك شيء من ردة الفعل السياسي أنتج بعد ذلك استدعاء للمدونة المفخخة النصوص التي تحتاج إلى إعادة قراءة ثم بعد ذلك وجدنا هناك حواض فنتج منها داعش وماعش وما شاكت ذلك وصارت بحجة المقاومة قتل الناس والمفخخات والأحزمة استهدفت جميع العراقيين من جميع الديانات إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة طبعا هناك كانت ممارسات كذلك من الحكومات فيها شيء من الإقصاء ممارسات بكل صراحة في بعض المحافظات من بعض القادة الذين ليسوا بقادة حقيقيين الذين مارسوا بعض الضغوط تمظهر بعد ذلك جود القتل والدماء إلى ما حصل أنه من الجنوب ذهب أكثر من 20 ألف شهيد و50 ألف جريح والمحافظات الغربية والموصل وهدمت كثير من المعالم العراقية اليوم نحن إذا أردنا أن نضع أيدينا ونحن نتحدث عن موضوعها مهمة جدا أولا إدارة التنوع في العراق هذه ضرورة أم هي حالة ترف نتحدث عنها أعتقد للأسف الشديد نحن لا نستطيع أن ننتقل من هذه الأزمة إلى بر الأمان لأن الذين يديرون هذه الملفات أغلبهم لا يتعاطون معها فعلا انفعالا كما نقول في الأصول إنما هي عملية حضور مؤتمرات صور عودة وحتى بعضهم بدأ يتخذ منها طريق لعله يكسب الجانب الإعلامي نحن نريد فعلا عمل حقيقي لانتشار المجتمع العراقي من هذه الأزمة البنيوية التي أنهكت المناهج التربوية لدينا مهدمة المناهج الاجتماعية لدينا مهدمة البنى التحتية كلها مهدمة بصراحة نحن أمام مشاكل كبيرة الفقر هذا يستدعي كذلك أن يجعل عند الفرد عدم انتماء لهذه الأرض فكل هذه لا بد أن تدرس من ناس مختصين أنا شون أسوي مثل ما قبل ثلاثة أيام في مؤتمر وشخص يرتدي نفس الزي الذي أرتديه وهذا الرجل يطلب يقول نحن بحاجة أنهم تطبع كتب للتعرف على الديانات طيب وين جهدك أنت؟ أنت رجل عندك عمق سبعة آلاف سنة حضارة وما مطلع على الآخر إذن هناك مشكلة يا أخي الكريم إذا ما يكون هناك تجريب للخطات طبعا نحن في مركزنا مركز الفكر للحوار والإصلاح سنة 2014 قبيل دخول داعش أنا عقدت مؤتمر كبير وفي الحضرة القادرية وجمعت كل الأطياف وجعلنا هناك وثيقة لتجريب الخطاب الطائفي بس من اللي سمع سنة 2017 سنة مؤتمر وطعالوا يا حكومة يا دولة خلينا هذا القانون هي هذه النقطة وهذه القانون نحن عدينا وكملنا وتفضلوا أعذرني شيخنا العزيز للمقاطعة بس أنا هذه النقطة أحشي بها حتى الناس من تشوفك مؤتمر يقول لك المؤتمر موجود وعلى عيني وراسي وجهد مشكور بس النتيجة يمكن هي الناس التي تريد تشوفها خليني أستأذنك أروح سيد علي سيد علي النقطة التي لم أحق أسألها بالفقرة الأولى أريد أن أسألها لحضرتك أيضا وأسمع رأي الجميع هل الخطاب المتطرف مستورد ومعلب لو محلي صنع وبالحقيقة كل مجتمع من المجتمعات فيه هذا اللون من الفهم الخاطئ للنصوص الدينية أنا عبرت عنه من الفهم الشاذ يعني لا نريد أن نقول أن مجتمع معفي ويستورد من الخارج لا هذا اللون هناك جهات عملت في كل بلدان العالم الإسلامي العربي عملت على إيجاد الفرقة والنفاق والتقاطع والشد الطائفي استخدمت الطائفية والفكرة المتطرف كأسلوب من أساليب التفرقة في هذه المجتمعات ولعل أياد استكبارية عالمية استغلت هذه العناوين في جميع البلدان الإسلامية في سبيل أن تجد لنفسها موطئ قدم وتحاول من خلال الانقسام والفرقة أن تعمق وجودها وتضمن منافع الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك فلا نستطيع أن نقول أن الأمور دائما معلبة نعم هناك أماكن تعاد فيها هذه الأفكار المتطرفة هناك مؤسسات ترعى هذا التطرف هناك وسائل الإعلام ترعى هذا التطرف هناك جهات دينية تفتي بالتكفير وتفتي بتضليل الآخرين بالنتيجة هذه كلها تصدر إلى هنا أو هناك تصدر أفكارها وتقافتها الباطلة وتشيع هذا فلذلك أنا أقول أن كل مجتمع غير معفي ولكن يمكن أن يكون هناك أيضا تصدير من هنا أو هناك شيخ مصطفى نفس السؤال هل هناك أجندات كاملة دخلت إلى العراق وما كانت موجودة لو الموضوع هو موجود بس صار عنده فرصة أنه يظهر للسطح أكثر تفضل شيخنا قطعنا أخي الكريم بالتأكيد يعني هناك خطاب معلب يفرض من خلف الحدود على بعض الجهات وهناك جهات من مصلحتها أن تخرج خطاب ترى أن فيه كسب للشارع هذا الخطاب لا يكون فيه الكسب صحيحا مثل ما تريد هذه الجهة إلا إذا كان متطرفا أو كما يعبرون عنه بصوت عال ومرتفع فكل الأمرين موجود سواء كان خطاب معلب يأتي من الخارج وخطاب مصطنع محلي بعض الفاشلين الذين فشلوا في مشاريعهم وكشف زيفهم الشعب العراقي من مصلحتهم أن يخرجون مثل هكذا خطاب يستهدفون بالبسطاء من الناس لذلك نحن اليوم كرجال دين علينا مسؤولية كبيرة في توعية الناس ممن يستقون خطابهم ولمن يسمعون ومن أين يأخذون المعلومات الحقيقية ينبغي علينا أن لا نسمح لرجال دين مصطنعين ومسخرين ومسيرين لأجندات معينة أن يمارسوا نوع من التضليل على أبناء شعبنا العراقي هؤلاء يجب أن تقوم الدولة وكلنا نمد أيدينا للدولة في عزلهم وتنحيتهم جانبا لأن الشعب العراقي ما عاد يسمع لهم هؤلاء فقط يشوشون على البسطاء من الشعب العراقي يشوشون على شبابنا وأفكار شبابنا مستغلين العولمة التي نمور بها نحن كبشر في هذا الزمان لذلك ينبغي أن يكون هناك مشروع عراقي جامع يوحد فيه الخطاب وينبث فيه بعض المفردات وبعض الأفكار الدخيلة على مجتمعنا وبعض الوسائل التي من شأنها تساهم في خلق بيئة آمنة لخطاب متطرف أعتقد مسؤوليتنا جميعا شيخ مجيد العقابي نفس السؤال شيخ مجيد تسمع لو سمحت السؤال هل الفكر المتطرف هو فكر موجود قوة في الفترات الأخيرة أم هو فكر جاءنا مستورد من بره العراق أو الخطاب المتطر لا لاحظ أخي الكريم هو دائما هذا الصوت النشاز موجود طبعا في كل دولة هناك خصوصا التي أكثر فيها التنوع أكيد أن هناك حالة من الضغط النفسي تنفجر عندما تجد الفرصة سانحة لتمرير ما تريد أن تعبر عنه مرة يكون إيجابي مرة سلبي لكن بالنتيجة أنا قلت لك وبكل صراحة لماذا لم يكن قبل 2003 هذا الصوت لأنه التغيير السياسي الذي حصل باتجاه جهة كانت لعلها لم تبسك زمام الأمور هذا طبعا قراءة للمشهد أنا هنا أصف ولا أصنف بصراحة لأن هذا يحتاج أنه التاريخ يسجل بعد 2003 والمفخخات والأحزم الناسفة التي قتلت الناس والأسواق لماذا بعد فترة من الزمن بعض الناس عندما دخلوا السياسة انتهي الموضوع إذن القضية واضحة أنها سياسية في العراق قطع الطرقات في اللطيفية القاعدة استهداف بعض الحسينيات استهداف بعض الكنائس استهداف بعض الجوامع واضح كان الاستهداف لمكون معروف لكن بعد أن تحولت القضية ودخل هؤلاء إلى السياسة انتهى الموضوع وبكل وضوح نحن لا نتحدث من خارج الكوكب أنا طبيعتي أتحدث بما هو واقع وأنتم ناس إعلاميين وهذا التاريخ عندكم الذي أريد أن أقوله نحن أولاد اليوم ما علينا وما علي الحكومة أن تقوم بدورها أولا بأنها تعيد قراءة الدستور أو وضع الدستور الذي هو أراه دستور هجين لا يلبي طموحات ومتطلبات الشعب العراقي ويضمن طبعا ويكفل الضمانات للمكونات أقليات أو أكثرية اليوم لا بد أن يعود الدستور يقرأ وترفع قضية الأقليات أو المكونات إلى دولة المواطنة عندما يعيش المواطن مواطن ويقوم بطقوسه وبيد دينه بينه وبين الله لكن هو مواطن له حقوق وعليه واجبات هكذا نذهب إلى السلم ونعبر إلى قنطرة السلام أما أن هذه المؤتمرات التي أنا طبعا أنا أحب ذها وأقوم بها في مركزي أو أدعى إلى مؤتمرات أخرى لكن ما هي النتيجة المناهج التي نحن اليوم بعض الناس يريد أن يرفع مثلا اللغة الإسلامية ليش من دولة مثلا الآن نسبة المسلمين بها ما شاء الله أكثر من 85 وهذا الاعتدال لا ليس هذا الاعتدال نحن عشنا آلاف السنين المنهج الإسلامي موجود لكن عندما يكون خطاب الدولة خطاب مسؤول وبرعاية وبيعتدال وكل يمارس دوره بطبيعة المواطن وليس بطبيعة المكون ونخرج من هذه الأزمات طبعا يكون هناك حالة من عدم الهوس في عملية فقدان الهوية بعض الناس اليوم نشاهدهم عند خوف من ضياع الهوية لذلك من يحفظ الهوية هو النظام العام الإداري لكل الشعب العراقي طيب خلينا نذهب فاصل بعد الفاصل الحديث مستمر بشأن أثار الخطاب الديني المتطرف على المجتمع العراقي وكيف يمكن تنقية المنبر من الكراهية وخطاب التحريض الذي يهدد السلم المجتمعي خليكم معي أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج العراقي أكد عدد من طلبة ورجال الدين ضرورة توحيد الخطاب الديني في العراق مبينين أن الخطاب الديني ليس ببعيد عن الخطاب السياسي بل هو انعكاس له في غالب الأحيان حقيقة ليس هناك أمر صعب في الخطابات التي من جميع النواحي سواء على مؤسسات دينية أو غير مؤسسات دينية الخطاب الديني ليس هناك خطاب متفاوت إنما المفاهيم والمعاني ممكن أن تفسر بتفاسير متعددة ولكن حتى لا نطيب الكلام إنما تصحيحه يكون هناك من يكون تبادل بين الآراء وهذه التبادل الرأي أن أتقبل الرأيماتك والرأي الذي يصدر من الدين كذلك أو من المؤسسة الدينية أن تقبل لدى المجتمع الخطاب الديني اليوم في العراق أراه خطابا غالبا معتدلا ذهب ذلك الخطاب المتشنج والخطاب التكفيري والإرهابي بسبب ما عاناه الشعب العراقي من معاناة من هذا الخطاب لذلك اليوم الحمد لله الخطباء العلماء الدعاة حقيقة ينتهجون منهجا وسطا معتدلا قائما على المحبة والتعايش أكو أنواع الخطابات هذه غير مسؤولة مع الأسف خلي الصي قاعدتهم هي السلام نشر السلام مثلا أخواننا هنا في الصابقة عندهم عوالم النور إحنا كمسلمين مثلا شون نقدر نتصل معهم بهذا الأمر نقولهم بأنه إحنا وياكم عوالم النور النور منين في الإنسان هو من القلب والقلب ماذا يسكن به يسكن به الله ومنطلق السلام إذن نحن والصابقة مثلا نشترك في أمر معين وهو نشر السلام نحن نتكلم دائما حتى في المحافل والندوات هي ليس مسؤولية طائفة معينة أو مذهب معين بقدر ما كل مشارك في البلد يعني أي خطاب يستفز المواطن العراقي طائفيا فهذا منبوذ ومرفوض علينا جميعا العراقيين والناس بكل شرائع سواء القيادة الدينية رجال الدين علماء مهندسين ذكاتر سياسيين حكومات أن تقف صفا واحدا جهود واحدة يد واحدة في سبيل رفع راية العراق مثل ما نحن نحتاج إلى أن يكون الخطاب الديني خطاب وسطي معتدل يؤمن بالتعايش ويؤمن بالتسامح ويؤمن بالرسالة الإنسانية واحترام الإنسان وكرامة الإنسان وكذلك احترام بناء الأوطان والمجتمعات لنظهر بمجتمعاتنا إلى مصاف الريادة والقيادة فأيضا لا بد من الخطابات الأخرى أيضا أن تتكامل مع الخطاب الديني ولا سيما الخطاب السياسي الذي له صدى واسع وأثر في الشارع نعود لمواصلة الحوار مع ضيوفي الكرام معنا من بغداد السيد علي العلاق عمين عام المجمع العراقي للوحدة الإسلامية ورئيس لجنة الأوقاف النيابية الأسبق أيضا معنا الشيخ مصطفى البياتي إمامه خطي بمسجد أبو حنيفة النعمان في بغداد ومعنا أيضا الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحواري والإصلاح ضيوفي الكرام مرة أخرى أهلا بكم في برنامج بالعراقي أسمع تعليقك سيد علي على أنه اليوم أختلف الخطاب اليوم أكو توجه مختلف وليش أكرر بسم الله الرحمن الرحيم هو في الحقيقة بعد ما حصل من تداعيات وتأثيرات داعش الإجرامي على محافظاتنا الغربية والآثار الوخيمة التي حصلت في هذه المحافظات مجتمعيا اقتصاديا أمن المواطن اقتصادي المواطن البيئة التي اتدمرت العتبات وأقصد المساجد والمراقد المقدسة التي دمرت هذه كلها تركت آثار وخيمة جعلت هناك شعور عام بضرورة أن نحدث نقلة تغييرية في هذا الواقع من جميع الجهات وباعتبار أن موضوعنا هو الخطاب الديني كمفردة من هذه المفردات التي يجب أن تحبى باهتمام بالغ لذلك هذا الحديث أو هذا الموضوع حضى باهتمام كبير أضرب مثال نحن في اللجنة الأوقاف ما بين عام 2014 و2018 عددنا خلال أربع سنوات من الجهد الكبير مؤتمرات وندوات ولقاءات مع كافة شراح الشعب العراقي أعددنا وثيقة مهمة جدا اسمها وثيقة السلم المجتمعي لا تزال موجودة في مجلس النواب وعممناها وكان لها تأثير بالغ جدا في نشر الوعي الاعتدال والوسطية في هذا المجال نحن أسسنا يعني أقصد كعلماء شيعا وسنة أسسنا المجمع العراقي الوحدة الإسلامية ليكون أيضا وسطا يعطي فرصة كبيرة للتعايش الآمن والسليم يعني عذرا سيدنا سيدنا عذرا إلى أي مدى عذرا سيد علي إلى أي مدى مؤسسة مثل المجمع العراقي الوحدة الإسلامية إلى أي مدى يؤثر أو يعني فاعل داخل يعني الشارع العراقي وأنا يعني تعذرني أنا لا أحب أن أقلل من مؤسسة معينة لكن أنا أريد أن أعرف إلى أي درجة ممكن تأثر في مجتمع عند مشاكل لسنوات فضل أنا قلت تتضافر جهود نعم جزء منها تحدث عن جهود ذات الطابع الديني من قبيل أن كما قلت المجمع الذي تفضلت من مجمعنا العراقي الوحدة الإسلامية هدفنا هو مكافحة الطائفية نبذ التطرف من خلال الندوات ولقاءات في الجامعات في المساجد عقدنا مؤتمرات مهمة جدا وبالنتيجة هذا جزء من مسؤولية تضامنية مع إخوان الآخرين مؤسسات الدولة المختلفة سواء المؤسسات التنفيذية أو التشريعية مسؤولية مباشرة أيضا أن تؤدي دورها في هذا الاتجاه وبالنتيجة تتكامل مع المؤسسات المدنية نحن مؤسساتنا مدنية ومؤسسات الرسمية طبعا جهود مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت دينية أو في مجالات أخرى يعني ضرورية سيد فأنا بس السؤال أن الناس تبحث عن حلول جذرية تفضلك كمل سيد حتى أروح الشيخ مصطفى تفضلك هذا الكامل أقول أن هناك تأثيرات حصلت كبيرا نجف الأشرف والإمام الأعلى سيد السستاني حفظه الله ومراجع النجف ومراجع الدينيين سواء كسنة أو الشيعة أثروا تأثير بالغ في إيجاد حالة من الميل للوحدة ونبد التطرف ونبد العنف والآن نشهد نعم أنا أقول للأسف الشديد أن بعض الحواظ بدأت ترجع من جديد بعض الرعاية السياسية لعودة التطرف من جديد موجودة وهناك شكوى تفصيلية عندنا في هذا الاتجاه ربما الآن المجال لا يسعى الحديث عنها يجب أن يعمل الوقف السني ديوان الوقف السني جاهدا على منع التطرف والخطاب المتطرف في جوامع في أئمة جمعة وجماعات في بعض الأماكن ذات حدّف أنا رح أرجع في هذه النقطة تحديدا أنا عندي سؤال رح ينطرح على الجميع هل هناك تخوف من عودة هذه الحاضنات لكن خليني أسمع في النقطة اللي سألت بيها خليني أروح الشيخ مصطفى الوياتي هل اختلف الحوار اليوم هل اختلف الحديث وحديث التطرف هل أصبحنا بمكان أفضل شيخ مصطفى تفضل قطعا بعد أحداث داعش أصبحنا أقرب إلى الجو الودي في الحوار البعيد عن التطرف داعش والمجاميع اللي غير داعش اللي هي من كل المكونات ومن كل الطوائف اللي موجودة في البلد فضحت مؤامرة هؤلاء المتطرفين الذين نعتقد أن مصدرهم واحد بعد تحرير محافظاتنا وكشف زيف ادعاءات هؤلاء المتطرفون أصبح حقيقة مساحة الحوار أوسع بكثير من المساحات السابقة السيد علي العلاق بذل جهدا طيبا وأتذكر تلك الجلسات التي كنا نجلسها لما كان رئيسا للجنة الأوقاف أو بعد أن ترك رئاسة لجنة الأوقاف أيضا الشيخ العزيز العقابي له دور حقيقة هو مركزه وهناك مؤسسات أخرى كثيرة وكبيرة لها دور ديوان الوقف السني أيضا له دور في مكافحة الخطاب الذي لا يناسب منبر النبي صلى الله عليه وسلم المنبر هو رسالة سلام ينبغي أن يكون كل ما يخرج من المنبر يؤدي أو مقصده يؤدي إلى السلام قطعا نحن كرجال دين وكطلبة علم وكعلماء لن نسمح لأي خطاب متطرف أن يخرج من أي من بركان كما أننا نطالب أيضا مثلما أننا نريد منع الخطاب المتطرف نطالب أيضا بمنع الوسائل التي تؤدي إلى ظهور ربما خطاب متشنج أو خطاب متطرف مثلا الإساءة للرموز الدينية الكبيرة ينبغي أن تمنع وينبغي أن يفعل القانون الذي يجرم من يسيء إلى الرموز الدينية هل هناك رقابة على المنابر وما يقال في المنابر شيخ مصطف دعم بالتأكيد هناك رقابة هناك يعني مجلس علمي مركزي في ديوان الوقف السني مهمته رقابة يعني على المنابر وعلى خطاب الجمعة خليني أسمع لأنه مارد أيضا أخذ وقت شيخ مجيد وصلت من خيرة العلماء وطلبة العلم وصلت شيخ مصطف شيخ مجيد العقابي شلون اليوم ممكن نشتغل بأزمة ثقة مو بس بين المكونات أكو مرات البعض يتحدث عن أزمة ثقة حتى بين شارع وما بين بعض رجال الدين يعني بكل صراحة أنا رجل يعني أكره المثالية ولا أتحدث بالكلام الطوبة وكلام الأخوة جيد وطيب وهو من الواقع صحيح أن هناك تغيير ولكن هذا التغيير ليس يعني لا نطمح إلى أن يكون هناك لا سمح الله إعادة جهة متطرفة أخرى تشبه داعش أنا أرى أنه الوضع الأمني في بعض المناطق الآن متزعزع بالنتيجة هذا يحتاج إلى جهد كبير من المختصين الأكاديميين ورجالات الدين وطلبة العلوم الحوزوية في تكثيف التعبئة الجماهيرية باتجاه المواطنة والاعتدال والمحبة والتسامع لكن تسألني تقول شيخنا هل هناك رقابة؟ بكل صراحة لا أجد أن هناك رقابة والمسؤول الوقفين والذي أنا من سنوات أدعو أن يعود الوقف واحد لأن على الأقل يعطي تصور ظاهري أن هناك وحدة الوقف السن والوقف الشيعي الدوائر مرتبطة بالحكومة وبالدولة وإلى الآن ما زالت المنابر إذا بصراحة نحن لا نعمم نقول البعض نسمع في بعض المناسبات الدينية من هنا اعتداء ومن هنا اعتداء بالنتيجة هذه مسؤولية الدولة ولذلك قلت لك عندما أردنا أن نضع قانون لتجريم الخطاب الطائفي هو الخطاب المتطرف وليس الخطاب أن تتحدث عن هويتك لا لا يوجد أحد يطلب من الثاني أن يتنازل عن مذهبه أو دينه بالعكس هذه هي الدغمائية بحد ذاتها لا أن يتحدث عن دينه وعن متبنياته مع عدم المساس بالآخر هذا اللي أنا سميته في أحد كتبي اللي هو حركية النص والتعايش التعايش أن أقبل الآخر لكم دينكم وليدين هكذا نصل إلى بر الأمان أما أن أدخل معك في سجال وتدخل معي في سجال لسنا الآن البيئة والحاضنة غير متهيئة مثل هكذا هذا مبدأ حرية الجين ومبدأ حرية العقيدة ومبدأ حرية التعبير يعني ذكرتهم حضرتك شيخنا في جملة واحدة لذلك إذا سمحت لي إذا سمحت لي أستاذ علي إذا سمحت لي لأن أنا ما أخذت الوقت الكثير وفي جعبة تحديث كثير خصوصا أنني أمارس عمليا هذا الموضوع نحن اليوم بحاجة إلى وضع ضابطه وإلى رقابة حقيقية على من يرتدون هذا الزي المحترم لأنه مثل ما تفضلت أصبحت هناك شبهة قطيعة بين المتلقي كما نقول فلسفين قابل وفاعل القابل أصبح لا يتلقى هذا الخطاب بسبب تلك الأترثة وبسبب تلك التصورات أستاذنا شيخنا وصلت لفترة خليني أسمع من سيد علي أذرا شيخنا خليني أسمع من سيد علي سيد علي كلما تقرأ بانتخابات نسمع موضوع النفس الطائفي يطفع السطح وتكون استراتيجية هل انتهى هذا الوقت وأنا أشرت إلى هذا الخلل قلت أنه الخطاب المتطرف ينمو في ظل ظروف سياسية يستغلها بعض السياسيين في سبيل أن نكسب أصوات انتخابية هنا أو هناك فلذلك الآن يمكن أن نتوقع أن تنشأ لكن اليوم باعتبارك ردود فعل مجتمعية لا تتقبل هذا الخطاب الطائفي ليست كالسابق وتشمئز من هذا الخطاب الطائفي أو الخطاب التفريقي والتقسيمي لذلك أعتقد لم تعد هذه البضاعة ناجحة لدى السياسي الذي يبحث عن أصوات في ظل هذه القضية خليني أيضا نؤكد نعم نعم نركز على أن هناك ضرورة نعم عذرا سيدا شيخ مصطفى هل أيضا اختلف الوضع الآن ويجب مخاطبة الشارع بلغة مختلفة من قبل رجال الدين بدقيقة لو سمحت قطعا أظنك تريد أن توصل فكرة مفهوم التجديد في الخطاب الديني نعم اليوم التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة في ظل الانفتاح الكبير للتكنولوجيا وفي ظل التوجه الكبير من أجيالنا الشبابية للتكنولوجيا مفهوم التجديد ينبغي أن يدرس دراسة جيدة وينبغي أن تكون هناك أطر وثوابت تكون سقف لمفهوم التجديد في الخطاب ينبغي أن تتغير لغة الخطاب ينبغي أن تتناسب لغة الخطاب الديني لرجل الدين مع الوضع المربي والوضع الذي يحكمنا الآن شيخ مجيد تعليقك التجديد يعني بصراحة أنا لست مع التجديد إنما مع الإحياء ولو سمحت أوضح ذلك بنصف دقيقة لماذا أقول إحياء وأرفض التجديد نحن ما لدينا شكرا جزيلا لك ولدماثتك في إيطاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المعرفي نحن لدينا كم هائل من المفهورس الإسلامي الذي يغطي الدنيا بالتسامح والمحبة لكن للأسف لا نخرج هذه المدونة الفقهية مليئة بالأمور الإيجابية شكرا لك شكرا لكن نخرج الخطابات التي فيها أزمة ما علينا إعادة قراءة مليان تفاصيله لازم نحكي به إن شاء الله مرة أخرى في وقت أكثر أشكر ضيوفي الكرام من بغداد السيد علي العلاق أمين عام المجمع العراقي للوحدة الإسلامية ورئيس تجنة الأوقاف النيابية الأسبق أيضا أشكر الشيخ مصطفى البياتي إمام وقطيب مسجد أبو حنيف النعمان كما أشكر الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحواري والإصلاح الشكر موصول لكم سنة المتابعين إن شاء الله أشوفكم باشروا حلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون خليكم ويانا متابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة